السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تحب أن تتصدق كل يوم بمئة ناقة يعني مئة جمل أكيد طبعا تحب طب تعالى نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية بطلب من إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي الاشتراك في قناة حكايات عم ومحمود للأطفال أسأل الله عز وجل أن يجعلها بركة على كل أطفال المسلمين نرجع لموضعنا تحب تتصدق كل يوم بمئة جمل دون أن تدفع مليما واحدا ولا جناها واحدا أكيد أحب طبعا تعالى نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يغدوا كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق والبطحان والعقيق موضعان في المدينة المنورة قال فيأتي منه بناقتين كوما وين يعني سمينتين زهرا وين في غير إثم ولا قطع رحم قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فلأن يغدوا أحدكم إلى المسجد لو واحد فيك ورح للمسجد فلأن يغدوا أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين يعني لما تروح المسجد وتتعلم أو تقرأ آيتين في كتاب الله خير لك من أن يكون عندك ناقتين أن أنت تمتلك ناقتين أو تتصدق بناقتين خير له من ناقتين وثلاث يعني ثلاث آيات خير من ثلاث أي ثلاث من النوق أي الجمال تمام كده وأربع خير لهم الأربع ومن أعدادهن من الإبل شوف قديه شوف بقى يعني تروح المسجد هتقرأ آيتين وتعرف معناهم خير لك من التصدق بناقتين فكيف لو قرأت مئة آية فكيف لو قرأت ألف آية بفضل الله سبحانه وتعالى هل في إنسان عاقل ممكن يفرد في هذا الخير تخيل مثلا الشباب أيام ما كان بقى الاستادات مفتوحة للجمول إلى غير ذلك تخيل الشباب أو اللي بيروح الاستادات في أثناء المباراة المباراة تقام الساعة كام الساعة مثلا سبع بالليل هو من الساعة عشر الصبح في الاستاد واخد سنده وتشاته والمشروبات وإذا كان بيشرب سجار واخد معه سجار واخد حكته وقاعد هناك لا صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء وقاعد مستني بداية المباراة تبدأ سبعة تخلص تسعة عبال ما يروح بيته يبقى الساعة 12 بالليل وهو عبال ما يخرج من بيته كانت الساعة تمانية الصبح على ما يوصل ناكسة عشر من تمانية الصبح لاثناشر بالليل علشان يشوف مطش في حين انه لو دخل بيت ربنا وقرأ آيتين وتعلم تفسيرهم تمام فأفضل عند الله سبحانه وتعالى من انه يتصدق بناقتين يا سبحان الله ولو قرأ خمسين آية أفضل من انه يتصدق بخمسين ناقة يا سبحانك يا ربي فمن يفرد في هذا الخير عشان كده قلتلك العنوان هل تحب ان تتصدق كل يوم بمئة ناقة بلى احب ان تتصدق بمئة ناقة روح المسجد افتح المصحف اقرأ مئة آية لو قدرت تقرأ تفسيرهم شيء جميل جدا ما قدرت على الاقل حتى اتعلم جراءة هذه الايات على الوجه الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى طب والنساء يا شيخ محمود والنساء يقرأوا الكرآن في مكانهم في غرفة نومهم ياخدوا نفس الاجر وكأنهن ذهبنا الى المسجد واخذنا نفس الاجر والثواب بفضل الله اسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من هذا الاجر العظيم وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة